أهلا بكم معرض صحفتي سيكون البداية بجريدة النهار التي عنونت صدر صفحتها الأولى إعفاء شباب أنساج وكناك من المتابعات القضائية هذا وجاء في المقالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس تعليمات بإعفاء شباب أصحاب المشاريع وتشغيل شباب بين المتابعات القضائية على خلفية عدم تزديد الديون وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء تم تطرق فيه لوضعية الآلاف شباب الذين تعثرت مشاريعهم من دون أن يتمكنوا من تزديد القروض التي استفادوا منها تفاصيل الأوفاء تتابعونها في صفحة رقم خمسة وجاء في الجريدة أيضا ثلاثة أشهر مهلة لتحول لطاقة شمسية قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منع استعمال الخشف في مشاريع بناء المساكن والاتفاء بمادة الألمنيوم المعروفة باسم PVC في سبيل الحفاظ على ثروة الغابية بالجزائر كما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعاون مع دول متقدمة عالميا في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة كما أمر في الإسراع في التحول التقوي ببعض المؤسسات العمومية ومرافق الدولة خاصة في قطاعي الصحة وكذا التربية تفاصيل دائما في صفحة رقم خمسة إلى جريدة البلاد التي قالت نعيش الموجة الرابعة والعودة إلى الحجر غير مستبعد وجاء في المقال حذر رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحية البروفيسور كما صنهاجي من الموجة الرابعة لكورونا وقال أن الجزائر تعيش بداية هذه الموجة مشيرا إلى أن العودة إلى الحجر الصحي والتفكير في فرض الجواز الصحي للدخول إلى الأماكن العامة غير مستبعد التفاصيل في صفحة رقم اثنان إلى جريدة المشوار السياسي أخطاء في قائمة رجان التأهيل الجامعي وانتقد المنسق الوطني للمجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ملات قائمة رجان التأهيل الجامعي واعتبرها مخالفة لشروط تخصيص حيث قال إن القرار 1185 يحمل أخطاء كثيرة وكشف عبد الحفيظ ملات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يعمل حاليا على حصر أهم الأخطاء ورفع تقرير مفصل للوزارة الوصية لتصحيح هذه الأخطاء المحور قالت الجالية الوطنية بفرنسا تلملم شملها للدفاع عن مصالح الجزائر شرعت الجالية الجزائرية في فرنسا في تهيكل من أجل الدفاع عن مصالحها ومصالح الجزائر بذل الضغوطات التي تعيشها في هذا البلد منذ سنوات خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية حيث أصبحت وقودا لهذا الاستحقاق ومستهدفة من طرف المتراشحين في تصريحاتهم التفاصيل في صفحة رقم ثلاثة إلى جريدة الشباب التي قالت اختيار جامع الجزائر كأحد أفضل تصميم المعمارية الدولية لعام 2021 واختيرت واختير جامع الجزائر كواحد من أفضل تصميم المعمارية الدولية لعام 2021 بإحراز الجائزة السنوية لمتحف شيكاكو إنثيوم للهندسة المعمارية وكذا تصميم المركزية الأوروبي لتصميم الفنون المعمارية حسب ما كشفت عنه أم صفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اتقلوا ياكم تابعين الكرام إلى المواقع الإلكترونية البداية بالموقع نهار أونلاين والتي قال تكليف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بمتابعة ما لم يتم تنفيذه من قرارات مجلس الوزراء كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مدير ديوان رئاسة الجمهورية بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وكذا متابعة ما لم يتم تنفيذه بعد ويأتي هذا خلال تراوسه اجتماعا لمجلس الوزراء أين أزدى الرئيس تبون في ختامه توجيهات عامة بضرورة تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة المنتجة المشيدة في المرحلة السابقة على أراضي فلاحية بمنحها رخص البناء إلى موقع البلاد والذي قال إعادة انتخاب البروفيسور بلحاج في اللجنة الإنسانية الدولية لتقص الحقائق اعتبرت وزارة وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إعادة انتخاب البروفيسور رشيد بلحاج لعدة ثانية تدوم خمس سنوات كعضو في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق بمثابة تتويج إضافي لعمل الجزائر الدبلوماسية أتقل وإياكم تابعين الكرام الآن إلى المواقع الإخبارية العالمية البداية ستكون بموقع بي بي سي نيوز والذي قال الاتفاق بين حمدوك والبرهان ترحب دولي واحتجاجات مستمرة في السودان رحبت الولايات المتحدة ودول غربية بالاتفاق السياسي في سودان الذي عاد بموجبية عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء وأعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين عن تفاؤل بعد الإعلان عن الاتفاق لكنه حذر سلطات من استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات وكتب بلينكين على تويتر متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق صراح جميع السجناء السياسيين وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق فيما بينهم روسيا اليوم قالت الصين لن تسعى أبدا إلى الاستئساد وستعمل مع دول آسيا للقضاء على التطفل قال الرئيس الصيني شين جينبينغ لقادة رابط الدول جنوب شرق آسيا آسيان الثنين إن بكين لن تضيق على جيرانها الأصغر في المنطقة ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول إن الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة ولن تستغل حجمها للاستئساد على الدول الأصغر حجما وستعمل مع آسيان للقضاء على التطفل أضف أن قمة الصين آسيان التي تجرى عن بعد احتفالا بمرور ثلاثين عاما على انطلاقها ستدعم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة كما صرح بأن الصين ودول رابطة آسيان التي تضم عشر دول تحررت من كآبة الحرب الباردة واشتركنا في الحفاظ على استقرار المنطقة إلى الولايات المتحدة ونيويورك تايمس التي قالت مع تلاشي الأمال في الاتفاق النووي تعيد إيران البناء وتنمو المخاطر مع استعداد الإدارة الإيرانية الجديدة لأول مفوضاتها النووية الدولية هناك دلائل على أنه لن يكون هناك عودة إلى اتفاقية 2015 على مدار العشرين الشهر الماضي اختلى عملاء المخابرات الإسرائيلية كبير علماء إيران النوويين وقاموا بتفجيرات كبرى في أربع منشآت نووية وساروخية إيرانية على أمل شل أجهزة الطرد المركزية التي تنتج الوقود النووي وتأخرت وكذا تأخير قول المشاريع الحكومية الإيرانية النووية لكن مسؤولية المخابرات الأمريكية والمفاتيشين الدوليين قالوا إن الإيرانيين أعادوا بسرعة تشغيل المشآت النووية واستعملوا آليات جديدة يمكنها تخصيب اليورانيوم بوترة أسرع وبكثير لهنا متابعين الكرام ناصل وياكم إلى اختام معرض الصحافة الوطنية شكرا على كرامي الإصغاء والمتابعة للمشاهدة